بقول لك يا سوسو أنا الحلم أشفرة معي اليومين دول ومش أخرمها على الآخر ولو عصرتيني يعني مش هتلاقي معي يا جنيه يعني كنت قصدك في سلفة كده يعني خمسين باكو وهفتح بيها شركة أمن ما تتخضيش كده يا سوسو مالك هفتح بيها شركة أمن وبعدين هرده هاملك خمسين ألف إيه انت عيستجيب لي جلطة في قلبي؟ خمسين ألف جنيه دول إزاي يعني أنا مش فاهم وبعدين انت ملقتش أي حد في مصر غير اللي بنتثرف مني حرام عليك يا أخي طب هتعمل إيه يعني لو دوتهم لك يعني بنوك وفوايد وكده يعني ولا إيه؟ سواب عند ربنا يا سوسو مالك وبعدين كده تبقي عملت معي التمام والأصلي وجميل هفضلش هيلولك فرقابتي طول عمري لا 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 جميل إيه وأصلي إيه وفاصلي إيه انسى المواضيع دي خالص أنا بصراحة زي السيكس بهلف بتاع السخان عارفوا اللي هو ياخده ما يديش يعني تروح بقى الدارة لحد غير يا حرام إيه جو السباكة اللي إحنا فيه ده فيه إيه؟ انت فجأة حسستيني إن إحنا في حمام مش في محل موبالية إذا كان عجبك يا حبيبي؟ هو حد مجنون كمان يسل في حد خمسين ألف جنيل يومين دول؟ لا وبالأخص أنا كمان سعاد قديك خمسين ألف جنيل هاريسه ده أنا موت فيها بقولك يا سوسو هتتفعل فلوس اللي أنا عايزها ورجلك فقرقابتك يا إما قصما عظما هوريك اللي عمرك ما تتخيالي إيه؟ انت بتحبدادني ولا إيه؟ لا ما بقدتكيش يا سوسو بس هوريك التهديد اللي على أصله لما أطلع من هنا على نبيل وأريه وهراشه لما بعدت المر وزرفتي العشر بواكي عشان يحرق له المكتبة تحب أروح ولا مروحش؟ لا 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 استنى انت مالك زعلان كده لي ومتعصف كده ليه؟ ما عاشه ولا كان اللي زعلك يا أخي خمسين ألف جنيلي تبتكلم عنهم يا عوني بيه؟ يا نهاريسه ومنايل بس انت مين اللي قالك؟ أنا عوني القص يا سوسو مفيش حاجة بتخفى علي ولو حبيت أعرف العفريت مخب ابنه فين؟ هعرف ما تقوديش بقى هتلففيني ويتدوريني بعيد عن الفلوس انهي هاتي الفلوس حاضر بسرعة حاضر يا أخويا بسرعة أهو ممكن تلاتين؟ هنهزر لا لا خمسين خمسين انت قلت خمسين أنا بس سمعت إيه يا أخويا معلشي انت قلت خمسين اتفضل هاتي مالعون أبو بخلك ده انتوا نسوان تخافوا ما تختشوش الله يحرقك يا عون انت وبرهين في يوم واحد